السلام عليكم أبنائي طلبة التخصصات المعمرية في كل مكان أسعد باللقاء بكم من جديد النهاردة إن شاء الله مع حلقة جديدة من حلقتنا المعمرية لمادة المساحة وطبعا الحلقة مقدمة لأبنائي طلبة التخصصات المعمرية بشكل عام للتخصصات الشعب المعمرية الخمسة أعمال الخرصانة وأعمال البناء أعمال التشتباط وأعمال نجارة العمارة وفني أعمال شبكات المياه والأعمال الصحية يبقى دي الحلقة بتاعتنا او مادة المساحة بيدرسها كل الشعب المعمرية حابب طبعا اكد على اهمية مادة المساحة وعلم المساحة وطبعا المادة بتاعتنا تم دراسة جزء منها في الصف الثاني ولكن كانت عبارة عن بدايات في اعمال المساحة او مبادئ علم المساحة النهاردة ان شاء الله اولى حلقتنا في مادة المساحة واللي هتتشعب معنا المادة وهي زي ما قلنا قبل كده او زي ما حضراتكم تابعتوا معنا في الصف الثاني في العام الماضي ان احنا كنا بنتكلم عن بدايات في اعمال المساحة والمساحات والاطوال والعروض ما تكلمناش طبعا عن الاجهزة ودقة الاجهزة وانواعها واستخداماتها كل الكلام ده ان شاء الله هنتناوله في الحلقات المسلسلة لنا في حلقاتنا او برنامجنا الجميل وقناتنا الجميلة قناة مصر التعليم الفني لازم طبعا تتابعونا وتمشوا معنا في الحلقات بتاعتنا مش مطلوب من حضرتك الا الورقة والقلم وتسجل معنا كل البيانات والداتا والمعلومات اللي بنقدمها لحضراتكم عشان احنا حابين ان انتوا طبعا تكونوا طلبة مميزين من خلال المواد او المعلومات اللي بنقدمها لحضراتكم على القناة بتاعتنا يبقى النهاردة ان شاء الله هنتناول في الحلقة الخاصة بمادة المساحة وهي اولى الحلقات في مادة المساحة بتقدم لطلبة الدبلوم اللي هو الصف الثالث في التخصصات المعمرية او الشعب المعمرية بشكل عام الحلقة بتاعتنا اسمها اعمال الميزانية طبعا في اهمية او لتوضيح وتأكيد اهمية المساحة او درس او مادة المساحة وعلم المساحة للطالب بتاعي في التعليم الفني وخاصة في التخصات المعمرية انه طبعا المساح في المشروع هو نقطة البداية لكل المشروعات المدنية والمعمرية الموجودة سواء طرق وكباري او حتى في استخدامتها لاستخدامه في الطرق اعمال الطرق والكباري والمصارف او ما شابع والترع كل ده ملاغنا عن وجود المساح في المشروع لهو نقطة البداية بتاعتي وهو اللي بيحدد لي نقاط ربط المشروع واركانه اذا كان مشروع انشائي او نقاط الارتفاع والانخفاض او بيقدم ميزانية شبكية او طولية كل ده بيستخدم فيه اعمال الطرق والانشاءات المدنية يبقى في اهمية او بتأكيد على اهمية مادة المساحة ان حضرتك لما بتدرسها وبتتقنها تطلع بعد كده ان شاء الله تقدر تشتغل في مجال المساحة فتكون شغال على دراية وعلم طبعا العلم ده لهو خلفية ثقافية قبل كده اللي هي حضرتك درستها في الصف الثالث والصف الثاني في تخصصاتنا المعمرية نبدأ مع بعض ونروح للسلايط بتاعنا ونشوف الشراعيح بتاعتنا ونشوف اولى الشراعيح الخاصة بمادة المساحة والدرس الاول فيه مادة المساحة للصف الثالث وهو اعمال الميزانية روح مع بعض كده ونبص على الاسلايط بتاعنا ونشوف اول حاجة فيه اعمال الميزانية طبعا الميزانية لازم أكون عارف يعني إيه ميزانية أساسا عشان بعد كده أقدر أعرفها وأقدر أشتغل بها فبيقول لي الميزانية من العمليات المساحية اللازمة والأساسية لكل المشروعات الهندسية يبقى كل مشروع هندسي بيتم لابد من عمل ميزانية خاصة به الميزانية دي بتحدد لي نقاط الارتفاع والانخفاض اللي موجودة فيه المشروع وكذلك بتعمل عملية ربط لأركام المشروع بتاعي فين بدايته وفين نهايته زي ما بنقول بعد كده أعمال الميزانية بيقول لي هنا بتستخدم فيه إنشاء الميزانية تستخدم فيه في إنشاء الطرق والجسور وتسويت وحصر المباني وشق وتطهير الترع والمصارف رقم اثنين الإنشاءات المدنية المختلفة مثل أعمال المباني والكباري رقم ثلاثة ردم المستنقعات وحساب كميات الردم اللازمة في المشروعات المختلفة يبقى أعمال الميزانية لها طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا تستخدم فيه إنشاء وشق وتطرع والكباري والجسور والطرق وفي الأعمال الإنشائية وكذلك في أعمال ردم المستنقعات وإزاي يقدر يحسب كميات الردم اللازمة للمشروعات المختلفة هنا طبعا بنشوف أشكال مختلفة للراجل المساحي اللي موجود عندي في المشروع وإزاي إنه هو بيستخدم الجهاز اللي موجود قدامه طبعا هنا بيكون ده جهاز آمة هنتعرف عليه بعد كده في تفاصيله في حلقة إن شاء الله قادمة وهنا ده المساعد بتاعه مساعد المساح ماسك معاه الآمة دي الآمة أو المسطرة اللي موجودة دي هي اللي بياخد عليها القراءات لو بصيت هنا وحابب يوريك الفرق ما بين الصورتين إن هنا فيه هنا بيستخدمه على جانب طريقه لو لاحظت يبقى هنا ده المساح ده المساعد بتاعه وده أعمال طريق أو إنشاء طرق هنا بيستخدمه بيقولك الاختلاف ما بين الاتنين أو حابب يوصل لك إنه زي ما بيستخدم في الطرق بيستخدم فيه الأعمال الإنشائية هنا بيحدد قاع الحفل عشان من المنسوب اللي موجود قدامه ده قواعد خرصانية بصدد إنشاءه فيحدد المنسوب بتاعه وبياخد القراءة مقارنة بروبير سابت هنتكلم عليه بعد كده ولكن الهدف دلوقتي من الصور الموجودة قدامي بحدد طرق أو استخدامات الأعمال المساحة والميزانية يبقى فيه الأعمال الإنشاءات وفيه الطرق زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم في الصور اللي موجود طبعا هنا صورة أكثر وضوحا للمساعد المساحي اللي موجود في قلب المشروع وحاطت الأعمال بتاعته فيه هنا منتصف أعدى من الأواعد الخرصانية اللي محددة قدامي عشان هيخد عليها القراءة أو المنسوب بتاعه النظرية الخاصة بيه نظرية الميزانية ولكنها بتستخدم الميزانية في قياس ارتفاع وانخفاض مناسيب النقاط الموجودة على سطح الأرض بالنسبة لسطح سابت بيعرف بمستوى المقارنة يبقى مستوى المقارنة ده حاجة سابتة بقارن بيها مدى ارتفاع وانخفاض نقاط معينة نقاط دي موجودة على سطح الأرض مقارنة بالمستوى السابت اللي هو بيسمى عندي مستوى المقارنة ويا حباء الطلبة أنا حابب أأكد لكم أو أوصل لكم معلومة إن المستوى السابت بتاعي أو سطح المقارنة اللي موجود عندي في مصر هو منسوب سطح البحر منسوب سطح البحر باخد ارتفاع وانخفاض أي نقطة في الجمهورية موجودة عندي مقارنة بمنسوب سابت منسوب السابت عندنا في مصر هو منسوب سطح البحر بعد كده نكمل الميزانية او نشوف الطرق قياس الميزانية بتاعتي عندي الطريقة المباشرة والطريقة الغير مباشرة يبقى انا لو جالك في الامتحان اذكر طرق قياس الميزانية يبقى انا عارف ان الطرق قياس الميزانية بتنقسم الى طريقتين الطريقة المباشرة والطريقة الغير مباشرة نشوف بعد كده تنقسم الطرق الطرق غير المباشرة أو الطريقة غير المباشرة إلى واحد الميزانية المسلسية الطرق الغير مباشرة منها الميزانية المسلسية وتقوم على أساس قياس المسافات الوفقية والزوايا الرأسية باستخدام التدليت لحساب فروق المناسيب وبالي بتعتبر الطريقة الوحيدة لقياس المناسيب والارتفاعات في المناطق الجبلية وكذلك بتستخدم في حالة إيجاد فرق المناسيب لأهداف لا يمكن الوصول إليها مثل قمم قمة مأزنة أو مبنى شائق أو أهداف على الجانب الآخر في مجرى مائي وخلاف هنوضح الكلام ده مع بعض بالورقة والألم ونشوف الميزانية المسلسية إزاي أنا أعطر أجريها على الورقة والألم وأوضحها عشان تكون بينا لحضراتكم إزاي تقدروا تستخدموها وإزاي أشوف الفرق وحساب الفرق ما بين القمم الجبال أو عندي مئزنة المئزنة دي حابب أعرف الارتفاع بتاعها كام طبعا أنا مش هقدر أفرد شريط عشان يديني طول المئزنة دي أو لو أنا عندي مجرى مائي ترعى أو مصرف أو مشابه مش هقدر أوصل للبر أو الجانب الثاني من الترعى دي عاوز أعرف المسافة دي كام المسافة دي بتجرى عن طريق حاجة اسمها الطرق غير المباشرة لأعمال الميزانية نشوف مع بعض كده بالورقة والألم لو أنا عندي مئزنة زي كده هنفترض أن دي مئزنة قمة مئزنة في القمة بتاعتها كده اهو أنا محتاج أعرف الارتفاع ده كام الارتفاع ده طبعا أنا مش هقدر أوصله لأنه طبعا أكيد هيكون مرتفع جدا وعندي هنا المسافة اللي موجودة دي كده وأنا نصب الميزان بتاعي أو مجهز الميزان بتاعي بالشكل ده موجود عندي كده ها اهو موجود ده طبعا كروك ليه الميزان بتاعي الميزان بتاعنا ده طبعا هستخدم فيه الميزانية ده هنا كده إجراء لو أنا هطلق عليها كده أو أسميها إجراء أعمال الميزانية طبعا الطريقة اللي أنا أتكلم عليها الطرق غير غير المباشرة أنا هنا مطلوب مني أعرف الارتفاع بتاع الميزانة اللي قدامي دي وما عنديش إمكانية أن أنا أقيس بشريط ارتفاع الميزانة فبجيب طبعا الميزان ده وبيكون مش أي ميزان طبعا مش ميزان الآمن لأنه بيكون ميزان أحدث شوية وهنتعرف على أنواع الموازين في الحلقات القادمة إن شاء الله واستعمالاتها واستخداماتها وإزاي بقدر أجري عملية الضبط لها ولكن أنا حاليا بصدد أعمال الميزانية الغير مباشرة فبقول أن أنا هستخدم ميزان ده يسمه ميزان التيودوليت ميزان التيودوليت ده أحد أنواع الموازين الحديثة اللي مستخدمة في أعمال المساحة واللي بيجري بيها عمليات المساحة بتاعتي بزبط الميزان بتاعي الوفقية بتاعته والقدمة أو القرص الخاص بالزوايا الرأسية القرص ده بخليه على الصفر من خلال المنظار اللي موجود هنا وهنتعلم الكلام ده بعد كده في أعمال الموازين بخلي الصفر بتاعي موجود في التدريج الرأسي الخاص بالزوايا وبتجي بالمنظار برفعه الفوق ناحية قمة المئزانة اللي موجودة عندي عشان أقدر لما بوصل هنا أقرأ التدريج اللي حصل عندي أنا كنت طبعا زابط الزاوية على الصفر السيتا بتاعتي صفر فطبعا الزاوية عندي اتغيرت وليكن مثلا سي بقت تسعين درجة لو هي تسعين يبقى أنا كده بجيب الارتفاع بتاعي اللي أنا كده عرفت إن الزاوية بتاعتي بتساوي سيتا وبقيس المنصوب أو المسافة اللي موجودة مبيني وبين قاع المئزانة بتاعتي اللي هي المسافة الأفقية لو أنا هتكلم على الارتفاع بتاعي يبقى الارتفاع بتاعنا هيساوي سيتا السيتا المسافة أو سيتا في الزاوية الأفقية المسافة الأفقية أقدر من خلالها أحسب المسافة بتاعة الزاوية أو الارتفاع بتاعي المئزانة اللي هي قمة المئزانة بتاعتي عرفتها من اتنين عرفتها من معلومتين اتنين او اتنين من المعلومات وعندي واحد مجهول الاتنين اللي موجودين عندي اللي هو الزاوية الخاصة بتاعتي اللي هي الزاوية دي هعرفها منين اعرفها من الميزان اللي بكون ضبطه على الصفر القرص اللي هو التدريج الرأسي بتاعي قرص التدريج الزاوية الرأسي بصفره بخليه على الصفر وباتجه بيه الميزان بعد اتمام عملية ضبط الميزان ناحية قمة الميزانة بيديني التدريج أقرأ التدريجي اللي موجود على القرص الرأسي وليكن طلع تسعين يبقى ده الزاوية بتاعتي عندي المعلومة التانية اللي هي المسافة اللي موجودة من منتصف الجهاز محور الجهاز بتاعي حتى بداية المئزانة يبقى أنا كده عندي اتنين ضلعين معلومين أجيب الضلع التالت باستخدام الزاوية ده أحد الاستخدامات الخاصة به الطرق غير المباشرة في حالة وجود قمة مئزانة أو جبل أو ما شابه وحابب أعرف الارتفاع بتاعي كان طيب الجزء التاني أو الاستخدام التاني في حال لما يكون عندي مجرى مائي لو أنا عندي مجرى مائي زي كده المجرى ده سواء ترعى أو مصرف أو ما شابه وأنا حابب أعرف المسافة دي كام اللي موجودة ما بين الاتنين ومانيش قادر أن أنا أفرد الشريط بتاعي يبقى هنا هستخدم برضو الطرق اللي هي الطرق الغير مباشرة في أعمال الميزانية صح كده طيب ايه هي الطرق دي يبقى أنا هستخدم برضو باستخدام الميزان بتاعي ممكن الميزان الآمة العادي بتاعي بذنصب الميزان بتاعي بيكون منصوب هنا في الجهة دي كده وببص نحية نحياتي كده وبكون المساعد بتاعي واقف هنا ومعه الايه معه الآمة ماسك الآمة في الناحية التانية اهو الآمة دي أنا ببص عليها وبص على التدريج بتاعها لما بيبص على التدريج بتاعها باخد القراتين طبعا أنا من خلال نظر في المنظار ده بشوف عندي لو انا عندي القامة وضبه برضو هنشرحها كمان شوية تدريج القامة بلاي عندي حاجة اسمها الشعرات الشعرات دي بتظهر فيه المنظر بتاعنا ناحية الراصد ناحية اتجاه القامة يعني بلاي عندي شعرة متوسطة وشعرة فوق وشعرة كده تحت شعرة المتوسطة انا باخد بحسب المسافة ما بين الشعرة العليا والتحت السفلية المسافة ما بين الاتنين واضربها في مية المية دي اللي اسمها سابت بيطلق عليها سابت الجهاز لما اقرى المسافة ما بين الاتنين التدريجين دول واضربه في مية بيديني المسافة لي عرض المجرى المائي اللي موجود معايا اللي انا بقول كده اللي هو ده عرض الترعة بتاعتي مانيش عارف العرض ده كام ومعيش شريط وانا موجود معايا جهاز والقامة ازاي اقدر اوظف الجهاز ده او الميزان اللي موجود معايا والقامة في ان انا اقدر احسب عرض الترعة دي كام بنصب الجهاز بتاعي في يعني عجالة كده. وأكد عليها تاني ونشرحها تاني على السريع. بقول أن أنا بنصب الجهاز بتاعي. الجهاز بتاعي بعد ما بثبته. وأتأكد أنه رأسيته وفقيته سليمة. المساعد بتاعي بيتجه لنحية التانية من المجرى المائي ومعها الآمة. برصد نحية الراصد نحية المساعد بتاعي على الآمة. قراءة. قراءتين. القراءة دي بقرها إزاي؟ أقرأ. أخذ القراءة اللي موجودة على الشعر العليا من اللي موجودة عندي فيه الجهاز. واللي بتكون سابتة على الآمة بتاعتي. اللي هي المسطرة المدرجة اللي موجودة معي. وأخذ القراءة السفلة اللي موجودة تحت. أحسب الفرق ما بين اللي اتنين وأضربه في مية. المية ده اسمه سابت الجهاز بتاعي. بيديني المسافة ما بين المجرى المائي. بدايته ونهايته. وكده أكون قدرت أوظف أو أستخدم الطريقة الغير مباشرة في قياس جزء أو مكان. صعب الوصول إليه. زي ما قال من شوية فيه الاستير بتاعي. ممكن فيه المناطق الجبلية اللي أنا ما أقدرش أوصل ليه الجانب التاني من الجبل. طب هستخدمه إزاي. وأنا ما أقدرش أفرد شريط لأنه طبعا يكون فيه ارتفاعات وفيه انخفاضات. طب أنا معايا ميزان ومعايا آمة. إزاي أقدر أوظف الميزان اللي معايا فيه. مساعدتي لحساب هذه الارتفاع أو هذه المسافة الوفقية. طبعا زي ما شفنا من شوية. كمان طبعا لما يكون عندي مجرى مائي. شقدر أن أنا أوصل ليه شط التاني من الترعة دي أو المجرى ده. فأنا باستخدم برضو الميزان لحساب المسافة الوفقية. وقلت من شوية بأكد تاني. إزاي لأنه ممكن يجي لك فيه الانتحان. سؤال كيفية الوصول إلى طول أو عرض مجرى مائي باستخدام الطرق أو الميزانية. إحدى الطرق الميزانية الغير مباشرة. فأنا بقول باستخدام الميزان عن طريق قراءة بعد طبعا ضبط الميزان. وفوقية ورأسية. أخذ القراءة المحصورة ما بين الشعرات العليا والسفلية. طبعا عندي شعرة متوسطة بتكون كبيرة. والعليا بتكون صغيرة. والسفلة بتكون صغيرة. أخذ القراءة اللي محصورة ما بين الاثنين العليا والسفلة. واضربهم همбы الاثنين المسافة ما بينهم. اضربها في المية. المية ده حاجة اسمها سابت الجهاز بتاعي. بتطلع طبعا المسافة اللي موجودة عندي أو المطلوب. قياس يبقى دي طبعا إحدى استخدامات الميزانية خير المباشرة طيب نرجع تاني كده للصلاة بتاعنا ويقول لي هنا بتستخدم طبعا في حالة إيجاد فروق المناسيب لأهداف لا يمكن الوصول إليها مثل قمم المازن أو مباني شاهقة أو أهداف على الجنب الآخر مثل مجرى مائي وخلاف هنا بيوضح تمرين زي اللي شفناه من شوية على الورقة والألم لو أنا عندي مئزانة زي كده أو قمة جبل أو ارتفاع ما نشعرفه بنصب الجهاز هنا أهو وباخد طبعا بوجهه ناحية القمة وأرصد القراءة بعد تصفير الجهاز على الزاوية الرئيسية على الصفر واشوف القراءة اللي طلعت عندي كام الزاوية بقت كام اللي هي الزاوية سيتا دي وعندي المعلومة التانية طول الضلع ده اللي هو الأفقي اللي ما بين الجهاز محور الجهاز منتصف الجهاز وبداية القمة المطلوب الوصول إليها هنا تاني تابع الطرق الغير مباشرة طريقة أخرى من الطرق غير المباشرة اللي هي الميزانية البارومترية وبتستخدم في تحديد فرق المنسوب بقياس فروق الضغط الجوي التي يتم قياسها بجهاز البارومتر وطبعا البارومتر الزئبقي ده بيستخدم في حساب فروق المنسوب ويتم قياس الضغط الجوي باستخدام لأنه طبعا ممكن نجيلك أكمل بيستخدم قياس أو يتم قياس الضغط الجوي باستخدام نقط ونقط ونقط فكون عارف باستخدام البارومتر الزئبقي والبارومتر المعدني وكذلك البارومتر الرقمي يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من البارومترات المستخدمة في حساب قياس فرق المنسوب باستخدام طبعا الضغط الجوي أو أجهزة الضغط الجوي ودول ثلاث أنواع الزئبقي والمعدني والرقم شوف بعد كده أدوات قياس طبعا الميزانية البارومترية وهنا أجاب لي أشكال للموازين أو البارومترات اللي موجودة عندي البارومتر الرقمي أكون طبعا متعرف على الشكل بتاعه والبارومتر المعدني والبارومتر اللي هي الزئبقي ده طبعا كان أشكالهم بعد كده عندي حاجة تانية من أنواع الميزانيات الغير مباشرة اللي هي الميزانية الهايدروستاتيكية وبيطلق على الميزان اللي بيستخدم ده ميزان الخرطوم ويتكون الميزان من خرطوم شفاف مرن طبعاً بيكون مليان بالمياه بيستخدم فيه المساحات الكبيرة لضبط أفقية أكتر من هدف وكذلك يستخدم فيه أعمال نقر الروبير من منطقة إلى أخرى وكذلك ضبط أفقية الشدات الخشبية وخلافه ونشوف صور له وهننفذه على الوراء معان لو أنت لاحظت كده ده عبارة عن خرطوم الخرطوم ده بيكون مليان مياه ويتأكد المستخدم أو الصناعي اللي بيستخدمه أن الخرطوم ده يكون فارغ من الفقعات الهوائية أو الفراغات الهوائية عشان أكون متطمن أن ما فيش فراغ فيه الخرطوم بتاعي يعمل بعد كده خلل في المناسيب اللي موجودة أو ارتفاعات وانخفاضات على الميزان بتاعي فأكون متطمن الميزان كامل بكامل الميزان موجود فيه إيه؟ مياه مفوش فراغات أو فقعات هوائية بيضبط الاتنين مع بعض ويكون متأكد ان الاثنين سوى بعض الاثنين بحطوا الطرفين جمع بعض بعد كده بينقل المنسوب بتاعي لو انا لاحظت ان هنا ده المنسوب وليكن على ارتفاع واحد متر من هنا عاوز ينقله ليه الجدار التاني او ليه الغرفة التانية او المكان التاني هيعمل ايه بيحدد الارتفاع اللي هو المتر ويبدأ يقول ليه الطرف التاني او المستخدم الاخر او المساعد اللي معاه يتحرك يمين فوق او تحت بيبدأ يتحرك لفوق او تحت لحد اما نقطة المية في الاتجاه هنا اللي هو السابت بتاعي بتحرك على العلامة اللي مطلوب نقلها او المسافة اللي هي واحد متر بيبدأ يقول له ثبت على كده ويعلم العلامة فبيبدأ يعلم علامة العلامة دي بتكون سبعة لفوق او نرسلنا كمان شوية بتكون وشها هي وش العلام بتاعي وش المنسوب بتاعي فما معناه ان كده اتنقل المتر اللي هنا المنسوب اللي هنا اتنقل في الناحية دي يبقى ده برضو من الطرق غير المباشرة في اعمال الميزانية واللي بستخدم فيها ميزان الخرطوم لنقل الايه نقل المسافات او نقل المنسيب الخاصة طيب نشوفها كده بالرسم بتاعنا ونوضحها بالورقة والقلم مع بعض انا لو انا عندي بداية مدخل الشقة لو انا عندي بيت مثلا وليكن زي كده اوضة او مشابة وعندي هنا منسوب اهو كده ده شكل المدخل بتاعي او شكل غرفة او البيت بتاعي وعندي المدخل بتاعي على بداية البيت ويصلا وليكن ده الباب والمنسوب بتاعي في بداية البيت بتاعي الف وليكن على ارتفاع واحد متر انا عاوز الواحد متر ده في الوجهة الامامية اللي موجودة دي عاوزا نقلق على الوجهة الجانبية الناحيات يعني محتاج الواحد متر اللي هنا يكون هو نفس المنسوب اللي موجود الناحيات فبيعمل ايه بييجي طبعا الاول شكل الميزان الخرطوم بتاعي بيكون عامل كده او بتأكد ان المستخدم بتاعه بتأكد ان نقطتين المية دول بيمسكهم كده ما يكونش فيه فراغات فيه الخرطوم فراغات هوا تعمل بعد كده فرق فيه المناسيب بتأكد ان الاتنين دول بيكونوا على خط واحد بيمسك الطرفين بايده بيكون متأكد ان الاتنين دول تسووا مع بعض وما فيش فراغات هواية بيجي واحد احد الاشخاص هنا كده بيمسك طرف الميزان الخرطوم وبيقيس الاول وليكن كده الواحد متر بتاعه ويعلم العلامة اللي هي الخاصة بيه المنسوب بتكون شكلها اعمل كده شباب عشان اكون عارف ان ده علامة الايه علامة الشرب اسمها كده علامة الايه الشرب او نقل الايه الشرب بتكون سبعة كده والشها الفوق ويهه مقفولة والسطح ده هو المنسوب بتاعي اللي بيحدد عليه البعد اللي انا عاوز فانا بحدد هنا وليكن واحد متر اهو ويقيسه بالشريط بعد كده بحط طرف الخرطوم هنا وبقول له المساعد بتاعي يروح الناحية التانية على الجدار التاني مسك طرف الخيط في الجدار التاني وبيبدأ هو هنا بسبت نقطة المية بكون واقف هنا بسبت نقطة المية مع وش المنسوب على اساس ان المية بتاعتي تكون ماشية مع وش المنسوب اللي موجود امام حضراتكم المساعد بتاعي بيكون واقف الناحية دي اهو بالخرطوم بيبدأ يحرك فوق تحت الحد لما هنا نقطة المية تثبت على المنسوب اللي موجود الناحية دي لما بتثبت هنا خلاص بقوله سبت على كده بيبدأ هو يروح معلم علام مع وش نقطة المية اللي ثبت عنده وبالتالي الواحد متر اللي هنا أصبح منقول على الجدار التاني في الجهة الأخرى يبقى أنا كده عملت نقل الشرب والمنسوب بتاعي واحد متر ممكن تكون الارتفاع هنا أكتر من واحد متر ولكن طبعا ده بيرجع لعملية ضبط الأرضية اللي موجودة عندي ولكن السابت عندي الوش بتاعنا زي ما بنقول الوش المنسوب ده بيكون واحد مع اختلاف المسافة اللي موجودة في الارضية الخاصة بالمب يبقى أنا كده عملت هنا عملية اسمها ايه عشان ما نخرجش فيه إطار العنصر بتاعنا اللي احنا بصرده دلوقتي في الشرح يبقى أنا بتكلم عن أعمال أعمال أهو الميزانية طبعا اللي هي الطرق الغير مباشرة يبقى أنا ده اللي أنا بستخدمه دلوقتي وبتكلم فيه الميزانية اسمها كده الهايدروستاتيكية طبعا الميزانية الهايدروستاتيكية المقصود بها اللي هي ميزان الخرطوم يبقى أنا كده بالتدرج عرفت كده الميزانية من ضمنها أو من أنواعها الطرق غير المباشرة أحد أنواع الطرق الغير مباشرة اللي هي الميزانية الهايدروستاتيكية وفي الهيدروستيديكية بيقصد بها ميزان الخرطوم وتعلمت ازاي ان انا اجري عملية نقل الشرب باستخدام ميزان الخرطوم نرجع ثاني للإسليد بتاعي نشوف مع بعض كده باقي الشريح في اعمال الميزانية بتكلم هنا طبعا عن الاجهزة المستخدمة في الاجهزة ده اجهزة حديثة بيقول هنا اجهزة الجي بي اس بتستخدم بعض اجهزة استقبال الاقمار الصناعية في قياس نقاط الارتفاع المساحية ومستعرض الاجهزة الموجودة معايا ده اجهزة كلها بتعمل بي جي بي اس اجهزة حديثة بتستخدم لتحديد النقاط سواء في الارتفاع او الانخفاض وده بتشتغل على الاقمار الصناعية بعد كده ملخص ليه اللي فات فيه جزء اللي فات عشان كل ما نتكلم في جزئية نقدم لها ملخص عشان نكون ملمين ايه اللي احنا استعرضناه من شوي بقى انا اتكلمت فيه الميزانية وبتنقسم الى طريقة طرق مباشرة وغير مباشرة تنقسم الطرق الغير مباشرة الى مسلسية وشوفنا ازاي باستخدم الميزان والميزانية الهيدروستيكية اللي هي الخرطوم بزان خرطوم المياه والبارومترية وعرفت التلات انواع من البارومترات وشوفت شكلهم والميزانية باستخدام اجهزة الاستقبال القمر الصناعي العدد هننتقل لجزء اخر فيه اعمال المساحة العدد والادوات المستخدمة فيه الاعمال المساحية وبداية هذه الادوات هي القامة بيقول لي هي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية او الانجليزية وبأطوال مختلفة وتصنع من الخشب او الالمونيوم واوقات طبعا من الزجاج الالياف الزجاجية المقوية يبقى ده صناعة القامة بتاعتي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية اللي هو السنتيمتر والمتر ومشابه وبأطوال طبعا بتكون مختلفة وبتصل الى ستة متر وفي بعض الحالات اربعة متر يعني فيه منها اربعة متر وفيه منها ستة متر على حسب الاطوال وبتصنع من الخشب او الالمونيوم او الالياف الزجاجية انواع القامات عندي ده سؤال برضو بيجي ممكن في الانتحان اذكر انواع القامات او من انواع القامات اكمل نقط ونقط ونقط فلازم تكون عارفهم زي ما تشوفهم في معمل المساحة كمان وتكون متعرف على الشكل الخاص بيهم من انواع القامات القامة المطوية وبيقول لي هنا هي عبارة عن قطعتين من الخشب طول كل منهما اتنين متر متصلان ببعضهم البعض بمفصلة ويطوى كل منهما على الاخر وعند الاستعمال تفرد القامة ويسبت النصفان على استقامة واحدة بواسطة مشبك من اللي هي الحديد ده طبعا القامة اللي هي الخشبية اللي موجودة امام حضراتكم على الشاشة دي اشكال للقامة المعدنية او الالمونيوم طبعا بالتدريج بتاعها اللي ظاهر امامكم وهنا القامة دي بتكون قامة منزلقة بتداخل داخل بعضها اما القامة الخشبية اللي هو بتكلم عليها بتكون عبارة عن جزء نوضحها به الرسم على الورقة والالم كده ونشوفها مع بعض بتكون عبارة عن جزء اين اهو ولكن ده الجزء الاولاني بيكون تحت منه طبعا الجزء التاني بتداري فيه اهو كده ده بيكون الاتنين متطبقين على بعض طول الواحد من دول اتنين متر بيتطبقوا مع بعض هما الاتنين دول مرتبطين ببعضهم البعض عن طريق ايه مفصلة اثناء عملية القياس او ادراج القياس طبعا القياس ما بيختلفش ما بين انواع القامات واستخداماتها يبقى انواع القامات خشبية او زجاجية القياس بتاعها او التدريج بتاعها بيكون تدريج ايه تدريج موحد فيه القامة دي اثناء عملية الاستخدام بتفرد اللي اتنين بيتفردوا فطبعا بتكون ايه؟ بتكون شكل واحد زي ما هو موجود قدام حضراتكم كده وإن كان في فصل ما بين اللي اتنين دي بيكون طولها اتنين متر ودي بيكون طولها اتنين متر بيكون لها قاعدة من تحت بتثبت عليها وطبعا التدريج بيكون جهة اللي هي جهة الراصد عشان اتمام عملية الراصد اللي بتزهر عنده في المنظر الخاص بالجهاز زي ما هو واضح امام حضراتكم كده على الشاشة مشوف مع بعض كده ده أشكال القامات والأشكال اللي موجودة قدامي دي أو الواضح قدام حضراتكم ده أحد أنواع القامات اللي هي القامات الألمونيوم من المعدن والقامة الخشبية اللي أنا بصيت أهم هي اللي اتنين ده جانب ده اتنين متر وده جانب تاني اتنين متر ده طوله اتنين متر وده طوله اتنين متر وكلها مقبض من هنا عشان أقدر أستخدمها بيربطهم هما اللي اتنين مع بعض من فوق كده مفصلة عشان لما بيفردها بتكون بكامل طولها ارتفاعها او طولها بيكون 400 لو ركزت شوية كده هوا ده المقبض بتاعي اللي بمسك منه او المساعد بتاعي بيمسك الآمة منه ويكون لها طبعا في القاعدة خشبية بتثبت القامة عليها عشان يعني بتسهل على المساعد استخدام الآمة في مفصلة بتربطهم الاتنين ببعض تابع انواع القامات النوع التاني من القامات اللي هي القامة التلسكوبية وطبعا بتستخدم وتسمى بها القامة الانجليزية او المتداخلة وهي مكونة من اجزاء متداخلة بتنزلق داخل بعضها البعض وعند الفرد يرتكز كل جزء منها على الجزء الاخر او الداخل فيه بواسطة سستة ومن مميزات هذه القامة طبعا صغر طولها عند عدم الاستخدام نظرا لتداخلها وكذلك عدم وجود ميل في جزء من اجزاء القامة نوع التالت من الانواع القامة المزدوجة وهي قامة لها تدريجان احدهما يبدأ من الصفر والاخر يبدأ من بداية اخرى ويقوم الراصد باخذ القراءتين اللي هي قراءة اللي على الصفر والقراءة اللي بتبدأ من قراءة اخرى غير الصفر بدايةها مش الصفر ويستطيع الراصد التأكد من صحة القراءات عن طريق حساب الفرق ما بين القراءتين يبقى الانواع دي المزدوجة دي بيكون فيها تدريجين تدريج بيبدأ من الصفر ثم عشرة ثم عشرين واستكمال المتر واجزاؤه والقراءة الاخرى ما بتبدأش بصفر تبدأ من متر وكذا والراصد بياخد قراءتين واحدة على التدريج اللي هو بيبدأ من الصفر واحدة على التدريج اللي بيبدأ بقراءة اخرى وبيحسب الفرق ما بين اللي اتنين بيديله الارتفاع او المقفاض او بمعنى ادق منسوب النقطة اللي موجودة عنده ده شكل ليه القامة المتدخلة بيقول لي ان طبعا احد اهم مميزات هذه القامة صغر حجمها عند عدم الاستخدام ليه لان انا طبعا بل ما داخل بعضها البعض كل جزء من ده بيتفرد بيفرد معايا مسافة وليكن مثلا اتنين متر وديه بيتصل بالجزء ده عن طريق حاجة فيه الظهر فتحة فيه الظهر بتبرز عنده عملية الفرد الامة وطبعا زي ما انتم شايف كده امام حضراتكم اصغر فيه الحجم ثم اكبر ثم اكبر ثم اكبر ثم اكبر ثم الاكبر عرضا اللي هي موجودة فيه المتر الاول ولو لاحظت ان مكتوب واحد يعني الواحد ده معناه ان هو كده فيه المتر الاول واجزاؤه يبقى الجزء اللي قدام امام حضراتكم ده كله كده فيه المتر الاول بيفرد الشريط بيظهر عنده فيه المتر الثاني المتر الثالث وهكذا وطبعا حسب الاجزاء المتداخلة واللي ظهر امام حضراتكم ده عبارة عن ميزان الامة وده هنتخدمه او هنتكلم فيه بعد كده ان شاء الله في الحلقات القادمة ومكوناته وكيفية ضبطه واستخدامات هذا الميزان وكذلك برضو عملية المعايرة الخاصة بهذا الجهاز وضبط الرئيسية والافقية لانه احد اهم الاجهزة اللي موجودة عندك في مادة المساح بعد كده بننتقل لجزء اخر وعنوان اخر من عنوان حليتنا النهاردة وهو تعيين القراءة على القامة وازاي هيعلمك ان انت تقدر تقرأ القراءة اللي موجودة على القامة المستخدمة اللي احنا شفناها من شوية لهي المصطرة المدرجة بقولك لقراءة القامة بنرسل تقاطع الشعرة الافقية الوسطى اللي هي المتوسطة الرئيسية بالمنظار مع تدريج القامة بعد ضبط ميزان افقيا يبقى انا لو بصت كده ده عندي الميزان وده شكل ليه القامة بتاعتي وانا الميزان مرصود وببص النحية دي كده على القامة اللي موجودة فظهر في الميزان بتاعي او في المنظار حاجة زي كده تمانية بس والعلامات اللي موجودة امام حضراتكم دي ازاي اقدر اخد القراءة هنشوفها بالورقة والقلم ونوضحها لحضراتكم عشان تكونوا ملمين بيها اثناء التنفيذ عمليا لأعمال الميزانية او في الواقع بتاع حضراتكم لما ان شاء الله نمتعن بالمهنة او نشتغل في هذا المجال برا انا عندي الميزان بتاعي اهو كده ويبرصد في اتجاه القامة بتاعتي لو انا عندي القامة بالشكل اللي ظهر قدام حضراتكم ده كده وهناخد بنفس القراءة اللي موجودة عندي على السلايت بتاع اللي احنا شفناه من شوية في الشراع ويظهر عندي في المنظار طبعا القامة متقسمة الى تدريجات كده وبعدين متقسمة كده اهو كل طبعا سنتيات من دي المجموعة على بعضها دي كده على بعضها عشرة سنتيمتر لو انا ببص في القامة القامة دي متقسمة الى يعني مثلا كل مسافة بتلاقي وليكن مثلا تمانين ثم مثلا تسعين وليكن بعد كده واحد اللي هو واحد متر اللي احنا شفناه من شوية على القامة في السلايت وتحت طبعا هيبقى سبعين ستين خمسين اربعين ايا مكان لو انا ببص في الميزان بتاعي واللي ظهر فيه الدايرة قدامي وانا ببص كده لقيت الكام لقيت رقم تمانية اللي هو تمانين يبقى انا بعرف ان انا في المتر الاول من القامة يبقى انا لسه ما تخططش واحد متر انا كده شايف كام شايف تمانين يبقى انا في التمانين سنتيمتر طيب الكسور بتاعتي كل مجموعة من دي كل شرطة من دي لو بصيت كده او اكبرها هتلاقي التكبير بتاعها بتبقى عبارة عن مجموعة من السنان كده اهو كل سنة من دي بواحد سنتي اهي كده يعني ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى كل كل سنة من دي بواحد سنتي لو انا بصيت فيه القامة بتاعتي فيه الميزان ناحية القامة وظهر عندي التمانية ولقيت فيه القامة عندها هيظهر تلات حاجات تلات خطوط كده بنسموهم شعارات الشعرات دي شعرات رأسية افقية هتكون موجودة الشعر الافقية دي وليكن على هذه القراءة في نهاية التدريج بتاع معناها ايه كده معناها ان انا هنا خلصت خلاص واحد وتمانين اتنين وتمانين خمسة وتمانين ستة وتمانين سبعة وتمانين تسعة وتمانين وبدأت في بداية الكام في بداية التسعين اذا كده لو هي مصبوطة الشعر المتوسطة اللي هي الكبيرة انا باخد القراءة المتوسطة دي لو هي موجودة عند نهاية هذه السنتيمترات اللي موجودة في نهاية التمانيين يبقى أنا كده عند بداية كام تسعين إذن القراءة اللي موجودة أمام حضراتكم تصبح كام تسعين طب لو أنا بصيت كده ولقيت إن الشعرة المتوسطة أو الشعرة الكبيرة اللي عندي دي نعتبرها كده بالضبط موجودة على هنا كده ودي الآمة بتاعتي الشعرة دي موجودة على وليكن مثلا كده هنا خمسة خمس شرط زي كده وهنا الخمسة والكبيرة دي موجودة عند نهاية الخمس سنتيمترات اللي موجودة واللي ظاهر عندي هنا وليكن مثلا سبعين يبقى المعنى كده للقراءة لو أنا هنا المنظر بتاعي هو يبقى القراءة اللي ظاهرة أمام حضراتكم دي أنا شايف كده السبعين ولكن الأرقام كام السنتيمترات اللي موجودة يبقى أنا أعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اللي عند نهاية الشعرة اللي هي شعرة الكبيرة اللي هي موجودة في المنتصف يبقى أنا كده في القراءة بتاعتي أو المنصوب بتاعي كان 75. كده يبقى أنا عرفت إزاي أجري عملية القراءة على الآمة اللي موجودة عندي من خلال معرفة التأسيم الخاص بالآمة بتاعتي وأنا عارف أنه بعد ما يتعدى الواحد مت هيبدأ تلاقي هنا هتلاقي واحد كده سليم الواحد ده أبدأ أعد الأجزاء بتاعتي وأعرف بعد كده هتلاقي فيه 20 يبقى متر و20 متر و30 متر و40 زي ما هنشوف مع بعض على الإصلاة بتاعنا ونرجع للشريح بتاعتنا هتكون أكثر توضيحا برضو في الصور اللي موجودة ودي صور حية للقامات والقراءات اللي موجودة وكيفية قراءتها وأخزاها على الآمة كده طبعا لو أنا بصيت هنا وعديت أهو هنا بيقول لي 80 يبقى هو فيه لسه ما تخطاش الواحد متر وعنده أجزاء من سنتيمترات لو الكاميرا موضحة عندي هتقول لي إن شعرة الكبيرة المتوسطة دي موجودة عند السنتي الثاني ولسه طبعا ما تخط يبقى هنا هنا بتقول لك كام يبقى 2 مش مكملة 82 ليه ده 80 يبقى هنا خلاص أنا عرفت إن أنا فيه رقم 80 الصنطيات الباقية بتاعته 1 2 مش مكملة الثاني يبقى 81 وتسعة من عشرة يعني 82 إلا واحد ميلي ده القراءة اللي ظهر أمام حضرتكم طيب نشوف كده شكل تاني من القناة والقراءات اللي موجودة لو أنا بصيت كده على القامة طبعا كيفية قراءة الأبعاد والمنسيب على القامات من أهم الدروس اللي موجودة عندك لأنك أنت طبعا إذا لم تكن قادرا على قراءة القراءات اللي موجودة على القامة يبقى يبقى كده ما فيش أي استفادة أو وجه استفادة من استخدامك للميزان فلازم أكون عارف إزاي أحدد أو أعين القراءات دي على القامات المستخدمة معايا في أعمال المساح لو أنا بصيت كده السبعتاشر دي معناها يا شباب معناها إن أنا كده لو أنا شفتها في المنظر بتاعي في الجهاز يبقى أنا بتكلم في متر وسبعين وبعد كده أبدأ أشوف الشعر المتوسطة الكبيرة بتاعتي عند أنهي سنت من السنتيات دول والشارطة من دول بواحد سنتي يعني كده بص لو أنا شفت دي أو يبقى أنا كده بتكلم في متر وسبعين لو انا تقطط القراءة اعلى يبقى متر 76 متر كام 77 78 79 يبقى متر 80 مع نهاية المتر 70 وبداية المتر 80 وده شكل التدريج بتاعي ممكن تلاقي بعض التدريج بيء الاحمر والاصمر زي ما واضح امام حضراتكم وممكن تكون بيء الاصمر كامل ممكن تكون بيء الاحمر زي دي ممكن تكون بعد انتهاء الامطار يعني كل متر بينتهي بيديك الصنطيات بتاعته بتنتهي بيديك القراءة بتاعته بلون زي كده زي مثلا هنا 2 متر باللون الاحمر رغم الامة كلها الارقام مدرجة باللون الاصمر هنا المتر رقم 3 وابدأ بعد كده اشوف لو انا في المتر رقم 3 والقراءة جات على الاتنين دي يبقى 3 متر وعشرين وابدأ بعد كده اشوف الصنطيات اللي موجودة عندي ده كده كان شكل لتعيين القراءة كمان عندي شكل تاني هنا اكثر توضيحا اهو واكبر شوية للعملية لان انا زي ما قولت لحضراتكم ان الموضوع ده مهم جدا جدا لازم اقدر اتمكن من اجراء عمليات تعيين القراءة على الامة من خلال المنظر بتاعه او الجهاز المستخدم اللي هو سواء كان التودليت او ميزان الامة لو انا بصيت هنا كده في القراءة اللي موضحها امام حضراتكم ده على الشاشة دي اهو هنا عند المتر وكام متر وعشر دي تتقري كده متر وعشر طب انا عايز اعرف الباقي كام السنتيات بتاعتي يبقى انا بعد اده واحد اتنين تلاتة وجزء من التلاتة يبقى انت لو بصيت يبقى القراءة دي متر ومية تلاتة وتلاتين من مية طبعا ملي يعني اهو لو انا بصيت كده واربعتاشر سنتي يبقى متر واربعتاشر سنتي الا سبعة من عشر ليه لانه مش مكمل السنتي رقم كام تلاتة بص واحد اتنين تلاتة وتخطى بايه بتلاتة ملي عفوا مش مكمل السنتي الرابع يبقى كده واحد اتنين تلاتة وتلاتة ايه وتلاتة ملي عشان هو مش مكمل الايه مش مكمل السنتي رقم اربعة يبقى هنا في القراءة متر ومية تلاتة وتلاتين هنا بيقول لي طبعا القراءة هنا موجودة عندك عند المتر وتلاتين وتخطاها بسنتي يبقى متر واحد وتلاتين ليه لان بداية القراءة هنا لو انت لاحظت المتر وتلاتين ظهرة عندك ايه دي هتكون ظهرة في المنظر بالزبط اشبه بالواقع اللي هيكون موجود عندك لما تبص في المنظر في اتجاه الامة متر وتلاتين وتخطاها بواحد سنتي لان ده البداية بتاعت المتر وايه متر وتلاتين تصبح القراءة على القامة اللي وضحها قداما حضراتكم دي متر واحد وثلاثين كده نكون قدرنا نحن نحقق عملية التعيين أو تقدير القراءة على القامة هننتقل لعنوان آخر وهو معايرة القامة إزاي أجري عملية المعايرة وما هو المقصود بها للقامة فبيقول لي المقصود بعملية أو إجراء عملية المعايرة للقامة هي اختبار تدريج القامة من وقت إلى آخر ومقارنتها بشريط جيد من الصلب للتأكل من سلامة اللي هي التدرج يبقى هو أنا يقصد إيه يا شباب قصد يقوله دي هنوضحها شوية أثناء طبعا عملية استخدام الآمة ومن قسرة استخدام الآمة قد تكون بعض الأخطاء نتجت فيه الآمة حصل لها عملية ثاني أو تمدد فيه الصيف أو مشابع ممكن يحدث عندي بعض الأخطاء فيه الأجزاء المتدخلة داخل بعضها البعض نتج عنه فروق في الارتفاع أو فطول الآمة أنا أقصد أو المقصود من إجراء عملية المعايرة هو التأكد من سلامة التدريج الخاص بالآمة المستخدمة معايا في أعمال المساح طبعا أنا هجري عملية المعايرة للآمة إزاي باستخدام شريط من الصلب متر أكون متأكد أن الشريط بتاعي ده سليم وبامسك الآمة بتاعتي وأفردها وأفرد عليها للشريط وبص مثلا لو هي أجزاء متأسنة مثلا 2 متر 2 متر 2 متر 2 متر يبقى أنا باجي عند نهاية الـ 2 متر ويسأل به الشريط وأتأكد طبعا أن هي 2 متر على الآمة هما نفسهم 2 متر موجودة على الشريط ده كان الجزء الخاص بإجراء معايرة أو عملية إجراء معايرة للقامة أخلي بالك لأنه ممكن تيجي في صورة أكمل في الامتحان لأنه ده موضع سؤال أذكر كيفية إجراء عملية المعايرة للقامة المت أو يستخدم كذا لإجراء عملية المعايرة أو أشرح كيفية إجراء عملية المعايرة للقامة فلازم أكون عارف أو أذكر ما هو الهدف من إجراء عملية المعيرة فلازم أكون عارف إزاي بأجري هذه العملية وما الهدف منها الهدف منها هو التأكد من سلامة القامة المستخدمة في الأعمال المسحي نرجع تاني للإصلاệt بتاعنا ونشوف هنا أتكلم عن ملحقات القامة إيه اللي بيستخدم معها القامة ويكون موجود معها بيقول لي ما يكون موجود معها ميزان التسوية ميزان التسوية ده بيثبت في خلف الآمة أو على جانبها الميزان ده عبارة عن ميزان مياه صغير دائري اللي استفاد منه او بيستفاد منه في جعل القامة رأسية تماما اثناء العمل لان ميل القامة عن المستوى الرأسي بيجعل القراءات المرصودة اما طبعا بتكون اكبر او اقل طبعا نوضحها كده مع بعض بالرسم يا شباب ونشوف الشكل بيكون موجود ازاي هو قصد يقولك ان من ضمن المحاقات اللي بتستخدم في القامة عشان الشخص او الشخص اللي مستخدم القامة ده لو ده اللي مسك القامة كده القامة دي ساعات لو هي هنقول متنية كده او يعني فيها سنة انحناء ناحية الامام اكيد هتديني قراءة اقل من اللي هو المفروض او السليم صح كده طيب عشان اتأكد ان القامة بتاعتي واقفة سليمة وماشي طبعا فيها انحناء الامام او للخلف في حاجة متسبتها فيه ظهر القامة دي لو انا عندي القامة كده اهو يعني اوقات بتكون موجودة اسمها ميزان بتكون موجودة في ظهر القامة او اوقات بتكون موجودة فيه الجام عبارة عن ميزان مياه صغير اشبه بالميزان اللي بنستخدمه ميزان المياه الكبير اللي معنا اللي بنستخدمه من ضمن العدد والادوات ده بيكون ميزان صغير موجود في ظهر الامة او موجود فيه الجام بتاعها بيضمن ليا ان الامة بتاعتي واقفة رأسية سليمة بيبدأ هو المساعد بتاعها بيحرك الامة لقدام او لورا على اساس يضمن ويبص على نقطة المية على اساس يضمن رأسية القامة دي لما نقطة المية بتكون في المنتصف الدايرة طبعا الدايرة كده وبيكون فيها نقطة مية اهو نقطة المية دي المفروض انها بتكون في منتصف الدايرة ويكون كلها كده موجودة داخل الميزان لما النقطة دي بتكون في النص يبقى هو متأكد ان القامة بتاعته واقفة رأسية لان طبعا بنأكد عليها شباب لان كل ميل من هنا لو هتا لو واحد ميل لميل بيفرق طبعا معايا في المنسوب وهيديك اكيد قراءة خطأ وصمت في الارتفاع او صمت في الانخفاض معناه لو صمت في الارتفاع بأكد عليها وبعمل اسبوط طواما معاكم لو انا عندي واحد صمت في الارتفاع معناه انك انت محتاج انك انت تشيل من المنطقة دي المنطقة كلها الموجودة فيها القراءة اللي انت حددتها على الامة محتاج انك انت ترفع منها ترفع منها ناتج حف صح كده ولو بالعكس فيه انخفاض واحد صمت في الانخفاض هتضطر ان انت طبعا محتاج تردم المكان اللي موجود ده طبعا ممكن يكون مكان كبير لو انت واخد قراءات كل 25 مت تخيل بقى 25 مت النقطة وهي جنبها من هنا 25 مت و25 مت يعني عندك مساحة طولها 25 مت وعرضها 25 مت مساحة دي كلها كده محتاجة ان انت تردم لها او تجيب لها ناتج حفر او رد عشان تحط فيها عشان تسويها على منسوب معين بارتفاع واحد صمت اذا طبعا دي بتكون تكلفة تكلفة دي اكيد لو انت فيه مشروع من المشروعات ولقدر الله ان انت اجريت هذه القراءة او اخدت هذا المنسوب بطريق الخطأ ده بتكون على تكلفتك او زي ما بنقول على عاتقك او طبعا بتعاقب عليها او بتحاسب عليها من قبل المالك او الاستشاري اللي موجود او الشركة اللي انت بتشتغل بصدادة لانك انت كلفتهم تكلفة طبعا ما كانتش مطلوبة نتيجة لعدم درايتك باستخدام الايه القامة يبقى اذا الميزان او الملحق احدى ملحقات استخدام الميزان القامة او القامة اللي هو ميزان المياه ده له دور مهم جدا جدا لازم نكون ملم بيه وكون عارفه عشان اثناء عملية اجراء او اثناء اجراء عملية اخذ المناسيب سواء بالارتفاع او بالانخفاض للنقاط المختلفة في المشروع بتاعك تكون ضمن رأسية القامة واللي بينتج عليها بعد كده قراءات لمناسيب النقاط نرجع تاني ونشوف احدى الملحقات المستخدمة في القامة الجزء الاخر وهو قاعدة حديدية مسلسية والقاعدة المسلسية دي بتكون موجودة في قاع القامة ويكون لها سن مدبب لسهولة غرسها في الارض ووضعها تحت القامة في الاراضي الرخوة او الترابية هو حابب يقولك ان القاعدة دي بتضمن لي ان القامة ما تغرسش مني في الارض فبثبتها على القاعدة اللي بيكون لها سن مدبب بتغرسها او القاعدة دي بتغرسها في الارض بتكون موجودة تحت القامة بتاعتي وبتستخدم فيه الاراضي الرخوة او الاراضي الترابي بعد كده عندي ملحق اخر من الملحقات المستخدمة في القامة او مع القامة وهو الحزام يقول لي هنا الحزام بيستخدم لربط القامة وذلك ليسهل حملها ونقلها هنشوف طبعا الاشكال ونشوف صورة هي واضحة للميزان اللي بيبقى موجود ميزان المية اللي موجود في ظهر الامة بتاعتي او في الجام وده اللي بيضمن لو انت لاحظت كده الدايرة هي موجودة اللي بيضمن رأسية الامة والدايرة دي نقطة المية لازم تدخل في منتصف الدايرة عشان اضمن رأسية رأسية القامة اللي مستخدمها يبقى الهدف من الصورة اللي موجودة دي انا طبعا اتعرفت على اشكال القامات واتعرفت على انواعها وتعرفت على التدريج بتاعها وازاي اخد القراءات او اعين القراءات على القامة تكلم دلوقتي في الملحقات وتكلمنا عنها ولكن الصورة اللي واضحة امام حضراتكم بتوضح شكل الميزان ميزان المية انا قلتلك ان هو ميزان صغير بيكون موجود في ظهر القامة او على جانبها والهدف منه ضبط رأسية القامة عندي جزء تاني بيقول لي هنا كيفية التحقق من رأسية القامة طبعا عن طريق استخدام الموازين وهنا مديني اشكال ليه ده بيقول لي ان الشكل ده كده غلط لو انا معايا مساعد زي ده واقف به القامة عشان اجري عملية الرصد على القامة اللي في ايده دي لو هو ميلها بالشكل ده كده طبعا اكيد القراءة تبقى خطأ هنا بيقول لي ده صح المفروض ان هي تكون ايه رأسية الرأسية دي هعرفها منين والمائل ده اعرف ان القامة ميلة ازاي باستخدام الموازين ومديني طبعا اشكال للموازين الرأسية او المحاقات المستخدمة في القامة ومديني اشكالها ده في الجنب ودول لما يكونوا فيه الضهر ده الاشكال بتاعتها وده طبعا الخطأ بتاع استخدام القامة وده الاستخدام القامة بالشكل السليد بعد كده من ضمن القطع المستخدمة او الموجودة او الملحقات الموجودة او الادوات ااسف الادوات المستخدمة في اعمال المساحة حاجة اسمها حامل سلاسي خشبي او معدني طبعا ده الخامة المستخدم منها الحامل بتاعي ممكن تكون من خشب او المعدن وده بيرتكز عليه الميزان والحامل متغير طبعا بيكون متغير الارتفاع ليناسب مستوى خط النظر اصد يقول ان الحامل اهو زي ما ظاهر قده امام حضراتكم ممكن يكون من الخشب زي كده او الالمونيوم زي كده والحامل ده بيكون فيه جزء خاص بالربط الربط ده فيه التلات ارجل اللي موجودين الارجل ده عبارة عن ارجل مفصلية بتتحرك لفوق والتحت اقدر اتحكم فيه ارتفاع المنظر الحامل بتاعي عشان مستوى خط النظر بتاعي وانا واقف اقدر ابص فيه المنظر او الجهاز بتاعي بشكل كويس وامن ومن غير طبعا طعب لان انا هستخدم الميزان في اكتر من مقطة واكتر من موقع ده سطح الميزان من فوق بيوريك شكله المسقط الافق بتاعه الفتحة اللي موجودة دي بيكون فيها مصمار موجود له مدخل فيه قاع الميزان اللي بيتثبت على الفتحة دي وبربط المصمار ده من تحت يبقى الميزان مربوط فيه الحامل بتاعي عشان اضمن ان الميزان بتاعي يكون امن ويكون مطمئنة على الميزان اثناء عملية الاستخدام يبقى ده اشكال الحامل بتاعي بيكون له من تحت طبعا سن مدبب السن المدبب ده عشان اغرس الحامل بتاعي فيه الارض عشان ما تحركش معايا طبعا يمين او شمال ليه لان طبعا اي حركة فيه الحامل تقدر او بيكون بسببها بيحصل خلل او ينتج خلل فيه الميزان اما فيه رأسية الميزان او فيه الوفقية وبالتالي اذا حدث خلل ولو واحد من لي فيه الميزان المثبت على هذا الحامل بيديني طبعا قراءة خطأ الخطأ ده بيكون فرق في المنسوب اما بالارتفاع او بالانخفاض كمان لو انا بصيت فيه الحامل اللي موجود امام حضراتكم هلاقي عندي غير المفصلية اللي موجودة دي وغير السن المدبب وغير ان الارجل دي كمان متدخلة والقرص العلوي للميزان الحامل اللي بيتم ربط الميزان فيه مع الحامل عندي كمان هنا فيه حزام الحزام ده بيلم معايا التلات ارجل دول على بعد انتهاء عملية الرصد بقى لميزان بتاعي الحامل وبربطه فيه بالحزام اللي هو مسبت اصلا فيه في الحامل بتاعي الارجل دي طبعا بتدخل مع بعض عن طريق المفصل اللي موجود ده لما بثبت خلاص على الارتفاع بربط من هنا المفصل بتاعي بيسبت التلات ارجل كل رجل بنفس المفصل اللي موجود فيها طبعا بعد انتهاء عملية الرصد بقى فك من هنا وفك من هنا وفك من هنا المفصلات اللي موجودة دي بينزل الحامل بتاعي لتحت بيكون طبعا اقل فيه فيه الماس حاجة اشبه بالزبط بالقامة المنزلقة اللي احنا شفناها من شوية فيه ملحقات الاجهزاء المسيحية هنا شكل اكثر توضيحا وتفصيلا للحامل بتاعي ربما يجي لك فيه اكمل او صورة ويقول لك اذكر اسماء العناصر اللي موجودة دي وتكون عارفة ومتعرف عليها هنا مثبت الرجل وهنا المفصل المنزلق اللي هو بتغير فيه لو انت بصيت كده عشان موضحه هو الاتنين دول بتحركوا داخل بعض عن طريق المفصل ده وعندي بعد كده ارجل الحامل اللي همه واحد اتنين تلاتة وعندي مفصل متحرك متحركة ليه الارجل دي اللي هنا بفرد اقدر من خلالها افرد الحامل او الاموم على بعض بعد كده عندي القاعدة الخاصة بتثبيت الميزان اخر حاجة عندنا في الحلقة بتاعتنا النهاردة جهاز الميزان وبيسمى بجهاز الليفل وده ان شاء الله باذن الله هنستعرضه مع حضراتكم في الحلقة القادمة من دروسنا المسلسلة لمادة المساحة واللي بنقدم ها للتخصصات المعمرية الخمس شعب المعمرية الموجودة في تعليمنا الفني شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته